مسؤولي نادي الزمالك بيجهزوا عرض جديد لتقديمه لأحمد سيد زيزو تعرفين أحمد سيد زيزو عنده عروض خارجية كبيرة جدا ومهمة جدا وبأرقام هائلة جدا هما بيجهزوا عرض جديد نادي الزمالك لأحمد سيد زيزو عشان يقنعوه بالعضول عن فكرة الرحيل واخد تجربة الاحتراف في الموسم الجديد نادي الزمالك استقرع على تقديم عرض زيزو بزيادة في قيمة عقده من الناحية المادية مع زيادة نسبته في الإعلانات والدعاية وكمان إزالة بعض الشروط اللي في العاد أهمها طبعا الشرط الجزائي وبند كمان حرية الظهور في وسائل الإعلام المختلفة حلو لو إيه دي نادي الزمالك يعمل كده هيبقى خطوة موفقة وكبيرة وصفقة كبيرة لنادي الزمالك ركز صفقة كبيرة لنادي الزمالك اللي يبقى على زيزو دي صفقة في حد ذاته خد بالك زيزو الشرط الجزائي في عاوض قليل بس هو زي ما قلت لحاكم أكتر من مرة زيزو مش هيستغل أبدا الشرط الجزائي اللي في عاوض عشان يمشي من نادي الزمالك والعروض اللي جاية له عروض خيالية فإزاي بقى الزمالك يقدر يوازن هو ده اللي بيحاول نادي الزمالك يعمل له الفترة دي إنه يدي له رقم قريب من الأرقام اللي ممكن يخدها بر مصر في نفس الوقت يلغي بعض الشروط في التعاقد أهمها الشرط الجزائي اللي في عاوض الشرط الجزائي الأولاي